تصر أحزاب العملية السياسية على نهجها بتدمير ما تبقى من الاقتصاد العراقي وإثارة الضغاء داخل المجتمع فبعد انعدام الكهرباء وترك نهري دجلة والفرات يجفان دون تحرك يذكر وانهيار الدينار وكافة القطاعات الخدمية مخلفة جيوشا من الفقراء وساكني العراء ينشغل زعماء الأحزاب بشرعنة عطلة رسمية جديدة باسم يوم الغدير تضاف إلى قائمة العطل المتخمة أصلا والتي تكبد البلد خسائر بمليارات الدولارات ناهيك عن تعطيل المصالح العامة للعراقيين وانعكاسها على مختلف القطاعات الخدمية والتعليمية والمصرفية وتبين شبكة المستشارين الميدانيين أن العراق يتصدر قائمة البلدان التي تعطل الدوام الرسمي للقطاعين الخاص والعام بواقع 150 يوما في مناسبات وطنية ودينية ولأسباب مختلفة مؤكدة أن هذه العطل تسبب كسادا واضحا وشحا في الإنتاج إضافة إلى توقف مشاريع مهمة في الإعمار والتنمية إصرار أحزاب السلطة لا سيما الموالية لإيران على رمي مشاكل العراق الكبرى وراء ظهرها وشرعانة عطلة باسم يوم الغدير لا تخلو من البعد الطائفي وفقا لناشطين ومدونين وما على حكومة محمد السوداني سوى الانصياع لرغبة زعماء الأحزاب حيث صوتت على اعتبار الغدير عطلة رسمية في كل عام قرار حكومي من شأنه إثارة المزيد من الفرقة بين العراقيين بإصرار سياسي غير مسبوق على تقسيمهم بناء على روايات ملتبسة لا يوجد إجماع إسلامي عليها ليكون العراق بذلك البلد الإسلامي الوحيد الذي يشرع عطلة رسمية بهذا الموعد بدلا من تشريع قانون يقلص أيام العطل ويعترف مسؤولون حكوميون بأن ملف العطل واحد من أكثر الملفات فوضوية في العراق ولأسباب مختلفة أبرزها ممارسة الأحزاب السياسية عملية فرض الهوية من خلال العطل الرسمية